بعد رابطة المحترفة الأولى لعبت كذلك مباراة في كاسية الجمهورية عمر بين اتحاد العاصمة واتحاد بسكرة اتحاد العاصمة تمكن من تحقيق الفوز والتأهل ليكون أخير المتأهلين إلى الضور نصف النهائي ويلتحق بشباب بالوزداد بمنودية الجزائر وبالنادي الرياضي القسنطيني بالضبط تأهل كنا شاهدنا اللقاء نظن أن اتحاد العاصمة اليوم أدى أحد أحسن لقاءته في هذا الموسم صراحة اللاعبين كانوا في المستوى فرضوا طريقة لعبهم حتى المدرب ما غيرش تشكيله دخلت شكيله أساسية ودايما ثقل هنا الدفاع بالعيد وبوناصر وهذا يبين أنه بدأ يصيب تشكيله المثالية تاعه كنا نتكلمنا في هذا المكان خير دوان أن مشكلة قاريده كانت دائما يقوم بتغييرات كثيرة ولكن لاحظوا تقريبا 6-7 لقاءات الأخيرة كلها انتصارات وبدأ يوجد توليفة جيدة يوم أمام تحاد بسكرة اللي كان أيضا في المستوى يسافر بطريقة جيدة خارج ميدان وخارج ملعب العالية ولكن لقاء الكأس نظر انتحاد العاصمة ما فرتوش في اللقاء عكس ما كان يقال ممكن وسط المناصرين أنه يجيب تركيز على إحدى المنافسات دائما توجد على الجبهات الثلاثة اليوم أيضا دور الأنصار كان كبير يعني تتنقل في يوم تولتاء إلى مدينة عنابة وتصنع تلك الأجواء نظر هذه تخلي أنا دائما انتحاد العاصمة عنده علاقة وطيدة مع كأس الجمهورية الآن تأهل للنصف النهائي في كأس الكأف نصف نهائي كأس جمهورية نصف نهائي ويلعب على المرتبة الثانية الإحصائية الآن إيجابية للمدارب قاردو واللعبين من الشيخ اتحاد العاصمة آخر المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الجمهورية بعد الفوز همام اتحاد بسكرة ما هي الثانية تورينا وهاودوا الله والمستواتهم هم بيوم على كل حال الستابلتاء للإكيب هم تفهم بلئ بذلك مع الستابلتاء يأتي للإزنطان يأتي كثيرا وكانت ترى لك بلئ الناس الغالطين يقول لك لك أن لا تلعبش هدي وتخلي هدي لا تلعب منها هدي هلها بعلقها لطابلو وتنجم تجيب تكون في ثلاثة كوم تنجم تدي زوج او واحدة تخرج بوحدة دونك سيتون بون شوز نتمنى لهم كل خير نحن همين اكتصاص اكتحاد العاصمة اليوم حقق الاهم وينفاز بثلاثة واحد ضد فارق بسكرة اللي نعرفوه باللي فارق بسكرة فارق جد منظم سيتون من ناحية دفاعية وينفاز بثلاثة واحد انا نقول بلي مجرية اللقاء شفنا شقع اللقاء باش ما نقدبوش على الناس كونا شوفوا تشامبيونز ليق مي شفنا ليسيكون سينا وعمار وين ادى مقابلة وانا نقول بلي من سيتون من ناحية الاستحواج من ناحية الفرص خلق في عدة فرص ضي عدة كورة امام المرمى انا نقول ايتحاد العاصمة يستحق التأهل هدايا وراح نشوفوا نصف ناعي جميل بين اربعة فارق اللي راهم في احسن احوالهم في سيتون في الاوينة الاخيرة نحن والان عمر بودي بعد اكتمال عقد المتأهلين الى المربع الدهبي الاشكال ليكمن في قرعة نصف نهائي كاسة الجمهورية التي سوتت جرى صهرة الغد بمقرة تلفزيون العمومي الاشكال في ملعبي نصف النهائية القانون واضح مع بداية الموسم اللاعب في ملاعب محايتة والان تغيرت البطايات باش ننوره يعني الرأي العام ومر بودي هل من جديد في هذه القضية لحد الان مكاش جديد كان فيه كلام اليوم انه ممكن جدا راح يتغير القانون لان في بداية الموسم ككل سنة يتم وضع قانون لمنافسات كاسة جمهورية والذي ينص ان امتداء من ربع نهائي تكون ملاعب محايدة وضرورة يتواجد فيها الفار واكتر من 12 الف مقعد ونظن ان هاد الشروط شفناها في ربع نهائي صراحة نتكلم كعمر بودي شخصيا لأول مرة شفت لقاءات في المستوى ملاعب محايدة شفنا تراجي مستغانب شباب بلوزداد مستوى عالي شفنا مولدي جزائر ودات تلمسان ايضا كان مستوى عالي ملاعب محايدة مدت طعم جميل لكاسة جمهورية حتى الانصار تنقلوا وفي النصف نهائي الان عندك ثلث اندياء بين قوسين الاندياء من جزائر العاصمة عندك نادي الرياضي القسنطيني انا ما نظنش ان تغيير القاعدة راح يعود بالفائدة لابد نطبقوا نفس القاعدة ملاعب محايدة والافضل يفوز في الميدان حتى الملاعب الله يبارك شفنا ملاعب من طيراز العالمي وتمد صورة ايضا جميلة لكورة القادمة الجزائرية حتى انها تقدر تسوقها لما تشاهد ميرود هاتفي وملعب عنابة وايضا ملعب خاصنطينة وملعب خمسة جويليا ارضية ميدان رائعة شفنا الفار كان حاضر بالضبط تقدر حتى ملعب مونديلا ما نظنش هاد السبب اللي اسمعنا اليوم انه ممكن نوله القاعدة او النادي يلعب في ميدانه ان يسحب اولا يلعب في ميداني ما نظنش فيها فيدسا يبقى رأيي شخصي نعم علي بن شيخ بعد اكتمال عقد المتأهلين الى المربع الدهبي وللصدفة الاربع الاوائل في البطولة هما اللي حين لعبوا نصف نهائي كاس الجمهورية مولودية جزائر شباب خاصنطينة شباب الوزداد وكذلك اتحاد العاصمة الاشكال الان يكمن في ملعبية نصفا نهائية تغيرة المعطيات القانون واضح منذ بداية الموسم اللاعب في ملعب محايدة والان يعني امكانية من يسحب اولا يستقبل في ميدانه لا ما كاش منها هادي ام لا يوجد بشكل ايضا فأنت في الدمي فنال في الدر الأولى أن يجبها في بلده لا هذا ليس صحيح لا هذا ليس صحيح هناك إجراء جوار ومثلت الأحوال مجبرا جلد بحاجة معه نحن نجد فيها نحن نجد فيها نحن نجد فيها نحن نجد فيها ما اطلع على المونديلا ولو تبقى سياسي معان كلوب الجيروى يحطوهم في تيرا نوتر هذا المكان كما قالوا من اللول تبقى نسبه رسبيكتي وتعبستم الان صاد يوجه يعني استدعاء لهؤلاء الرؤساء الاربعة من اجل حضور اجتماع في مقر الفاف ظاهرة الغد قبل يعني اجراء القرعة لتباحث في هذا الموضوع واجاد الحل المناسب لمبارتي نصف النهائي انا والله ما نشعف كل واحد كاش كومو يفوالي شوز انا لي انا ندي سيدي انا لا نشاور للي بريس دونت كل حاج نشاور في الفلافين سيزون ونشاور ما نشاورش ما نشاورش من ملو الملاء مقبل ما نلحق الكار والدومي نكون درتها ونقول لهم هاي واشكين واشكين اللي اللعبو في غرونستاد كارت فينال دومي فينال وهدو ماكايل فار اللي طاحوا دوزاجيرو اللعبو في ال جي طاحت وحده الشرق ولا غربك عذاك الوقت ما يعرفش كل يبقى تلعب في تيرا نوتر تحبست ما تجي ندير معك رينيو ما تضيعوا ليوقتي ما نضيع لك وقتك هذا ما كان اولى سيكوريتي كاي نارك في بلاد عندك دولة وهي الا سيكوريتي تكون وتحبست ماتك والكورة تمشيها بنعمي كيف يشوف هات القضية ميناكسس؟ قضية واضحة تبقى يعني على مبدأ اللعب في ملاعب محايدة؟ بكر دون ولا تقول كليز عما نديروا ساروخ جديد وحيطلع للقمر شوش عادي كي ما داروا قانون ومن قبل يخليوا القانون واش انت بريزيدون يجي حكم فيها أنا بريزيدونت في ديراسيون بريزيدونت دوكليب يجي حكم فيها رئيس فارغ ما كاش منها هادية اخويا درتوا قانون دقولوا تريحوا يتبدلوننا نفيقوا باللي ما كاش ما ما عندكمش قوة باش تحكموا في ديراسيون ولا لاليق ولا انك نحكوا انجينيرال القانون واضح ودرتوا مع اللول راو تكلم عليه وعمار دوزار جرواء يلعبوا صحا زي ما يطيحوا اليو اسمه مولوديا ولا اليو اسمه سيالبي باين يلعبوا في سنجوي زي ما ولي حابوا يديرون منديلا كيف كيف ما تجينيش هاد الحاجة ولا زي ما ايكزونتاح والسياسي ماليو اسمه ولما سيالبي يلعبوا في وارن مثلا مثلا وهذا ما كان ولا زي ما نحبه احنا نحبه نحبه نصعبه الأمور وزي ما نرجعوها دير رينيون كبيرة ما كان يرينيون يواله اسمحني اخي اميل وشفنا في ربع نهائي نادي من العاصمة معنا ديرا دير القاسنطين يلعبوا في وارن ونجم بنعكلون سكين ملعب تضررت بفعل تكسير الكراسي ملعب شهيد حملاوي بقاسنطين ملعب ملعب بوهران وحتى ملعب عناب وحتى كدلي كم ملعب عنابه بالضبط في اللقاء كان في دور سابق في دور ثبب نهائي انا نظن ان صراحة قضية بدون فائدة لما نتكلموا على هاد النقطة رح فقط تزيد ثنمية حساسية لانه واضحة الأمور عندك تلت فرق من العاصمة كما قال علي من شيخ وعندك ديربي اكيد رح يكون ديربي ممكن شابي بوزاتي حد عاصمة المهم رح يكون فيها ديربي انا نظن حتى نقطة ايضا حبيت نتكلم عليها حتى التحكيم موارف نتكلموا على التحكيم على ممكن نقائص نظن في الربع نهائي بمساعدة الفار نظن مش فيناش اخطأ كل اللقاءات شاهدناهم كانت لقاءة واضحة وضوح الشمس حتى كان فيها عودة للفار ان شاء الله الغادان يتم انتخاذ القرار الاحسن ان شاء الله باش نختم مهمين اكساس اكيد تكلم لك عمار انت اي انت انت وش قلت قلت تدروا اللي يصطاد وكيد تدروا اللي يصطاد هدوما اكيد قوانين اكيد انت تيريلي في ميشة انا زي ما بنيش تكسر كراسة اذكور ام يطبقوا القوانين بصح لانها ايا اتكلمت بارح واقيد اتكلمت مع ديليقي واحد ديليقي انسيا انسيا يعرف قوانين يعرف قدر انت ديليقي تيكنيك ولا الاربيت ما يدو نوالو في الورقة ويشوف باللي الناس كسرت والناس قدار كيفاش هادية ما كاش منها هادية هاو البارح صارت فضيحة مح لو البارح في ملعب خمسة جويل يا ايه اتعال الاربيتراش ايكزوم اخي قاعد تكلموا على المرأة هادي كل مرأة هادي خرجت لي قاعد تيحا ما دارت سعمت ديفوت احنا يا رانا هنا صح ولا لا اربيترات مريح كانت كوركت ومعدد وكاغضو ان شاء الله ملمد لكش كوفران ايه كورنال ما نشوف عش هاديك صاري في الزاربيت من اللي قرنز زاربيت في العالم يغلطوا ايه احي نحن غلط كان سيفارك دا انت نشوفه كما نقوله نشوفه وهو اسمه نشوفه بليلي احيان ما نتمسخش احيان بلزب ساحة انا شكون اللو انه من الاربيتة يا الحاكيمة سمحيلي الحاكيمة انت راك تشوفيه فيه الحكام اناك. الحكام اناك يتشوفه باليوم حبي يخرج هذا الانسان وحبي يخرج بالروج. خرجيه دوجون. ما يدليش هاد الفضيحة هادية. شو بيك در فضيحة كبرى وش بيك انت بليلي. انا ادوك مع بيش ولا ما يشوفوا لي ديريجون تعمولوا ديها. والانصار تعمولوا ديت الجزائر. اسكرة ما يشوفوا في هاد اللاعب تصرف ديالو. بس كوات التصرف ما يمتشموا ديت الجزائر. نقدروا نغلطوا دي جوار. معلش امن. مع ديرا. مش نبقى وفقط في مبارتي نصف الن نهاي. متكلمة. عمر حكى على التحكيم. وقالك بوجود ده الحكيمية. لانا الأخطاء التحكيمية. لكم. لك سؤال سؤال. قالت لكم. مع شباب على الله.Abs معلش مفهوم هذا من جهة